أحسن الله إليكم المرسل أهواء غين ميم بعثت رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة تقول في أولها هل تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه الصور؟ تكره الصلاة في الثوب الذي فيه نقوش أو فيه صور والصور أشد لأن ذلك يشعل عن الخشوع في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في أنبجانية فيها خطوط أو نقوش قال إنها شغلتني عن صلاتي فاستبدلها بأنبجانية غيرها ليس فيها ما يشعل عن الصلاة ولا يجوز لباس الثوب الذي فيه الصور أو لباس الخاتم الذي فيه صورة أو الحلي للمرأة الذي فيه صورة لا يجوز لبس ما فيه تصاوير لأن في ذلك استعمالا للصورة وإظهارا للصورة والصور محرمة إنما دعت الضرورة إليه نعم ترجمة نانسي قنقر